اشتركوا في القناة المشكلة في شن هو البلد نمبر رجع فالكل يعرف ان قلنا لكم ان اذا قربنا للأ نعرف ان خلاص بيكون البيتا هذا او النسخة تجربية هذي او النسخة هذي رح تنزل للكل لكن هنا رجع يعني النسخة الثاني كنا في النهاية حرف الـ قريب يم من الـ احن لأ قبل رجعت نزلت لبيتا الثالث رجعتها شوي صار الـ فما توقع عضلتي بتنزلها حين يعني نتوقع عن سبع الجاة رح تنزل هذه النسخة يعني كنا اف قلت انا النسخة هذي رح تنزل لثري بتكون مثلا بي مثلا خلاص نقول مثلا باقي نسخة واحدة وتنزل للكل او النسخة النهائية رح تنزل اسبوع اللي بعد اقدر اقول لكم لكن الان لا يعني باقي ورح نتكلم قدام لكم متى نتوقع رح تنزل المهم لو ننزل تحت عندكم مثل ما نشوف المودم فرمير فيه لتغيير النسخة الثانية كان عندنا 1.60.01 شرطة 2 الان لا 1.62 بدل الستين ففي تحديث ان شاء الله فيه تحسين فيه اشياء بعض الاشخاص ممكن وجهتهم مشاكل في البيتة الثاني فرسلوا رسالة حققبل وهنا تغيرت مثل ما نشوف هذي كل اشياء بلت نمبر تغير مثل ما قلت لكم كان عندنا F الان رجع فدقيني ريوس نشوف قدام شي الاشياء الثانية اوكي الان بتكلم لكم عن شي الميزات وشي الاشياء الجديدة اللي موجودة في البيتة هذي اول حاجة فايند ماي توقع قبل انه خلاص قالت نكب العشاء ونكب كل شي فلو نفتح برنامج فايند ماي نحن راح افتحها لكم الان اول مرة في البيتة الثالث راح يجي لنا السبلاش سكرين مثل ما نشوف احين هذي السبلاش سكرين مثل ما نشوف يعلنكم الاشياء الميزات الجديدة الاكسيسوري السابورت والاشياء ذي اللوكيشن فلو نضغط كنتنيو مثل ما نشوف نزلت عندنا هنا خيار الايتمز مثل ما نشوف تحت عندنا هنا فهذا الخيار كنا ننتظره من قبل تنزله قلنا راح تنزله مع ال ايرتاق اذا نزلتها فقبل نزلتها الان قبل ال ايرتاق ففي خيارين يا ان قبل قلت يا رجال خلاص بعد الكل يدرينا ننزل ايرتاق لش ننتظر ونسوي تس لحق هذا الخيار ما حد يدري وما ننزل خلنا ننزلها منحين وهي بيتة بيتة على ما تخلص البيتة نزلنا ايرتاق او ان الخيار الثاني لان في شهر واحد ابل افتحت الفايند ماين لحق الاجزة الثانية اجزة الطرف الثالث مش لازم من ابل لكن اذا كانت شركة من الشركات تريد تدعم العثور على الجهاز حقها من الفايند ماين من ابل فتريد تضيبها هنا هذا خيار من الخيارات لان من هنا الخيار مثل ما نشوف ما توقع الشركة راح تنزل لك سيكل او قاري او دراجة لحسب اللغة حقتكم او حقيبة او مفتاح مثلا عشان تطلع ما توقع في شركات تسوت كذا الشركات نزلت سماعات حقتها نزلت الاشياء دي لكن التاق ذي اللي موجود هنا نفس التسريبات اللي طلعت عندنا وسربناها من زمان نفس الحركة فتوقع ان ابل مجهزت الحق ليرتاق لكن ما تكلمت الحق ليرتاق ما قالت شي يعني الان هذا الخيار اللي موجود هنا ما ندريش لا اذا كنا ما ندري انه موجود في العالم او ابل قاعد تشتغل على ايرتاق كانت تفاجأ او ابل شو بتسوي ليش مسوي كذا هو الاصل الحق ايرتاق فهذا الخيار مثل ما نشوف انك تتم تتبع اغراضك في اي مكان انت فيه ما تشنو اللي لو تضغط هنا مثل ما نشوف الخيار هذا برضو ثاني لكي يبدأ الحركة هذي اللي طلعت وسربناها من قبل شهور هذه نفسه حتى سماعة ابل هذي الشكل هذي اللي سربناه قبل ما تطلع سماعة ابل فهذا هو موجود الآن ابل بس اكشفت كل شي فهذا الخيار ما فيه اي شي يتكلم عن اليرتاق نضغط كده ننتظر فتوقع ان الناس غادر لجت تنزل رح تنزل مع اليرتاق بسبب هذا الخيار لكن عادي بيتا الرابع تكنسل ابل تشيلا تسويها هذا الشي الجريد الشي الجريد الثاني في جوجل مابس لكن ما ودي اتكلم عنه كثير لان اكثر الدول مش دعم لجوجل مابس نتكلم بشي خفيف مثل ما نشوف لو نضغط ونروح مكان حطي نقو بنضغط هنا هذا الخيار مش تغلت اندي على طول هنا هذا الخيار مثل ما نشوف لو انك مثلا رايح في الطريق هذا طلعت مثلا في حادث لغدر الله في شي في اشياء مثلا رادار فتقدر تسوي روبورت من هنا نضغط عليه نغيره الايقونة تغيرت يعني اللون الاسود اللي في الوسط كان لونه ابيض التعجب اللي في الوسط هذي كان لونها اسود بس اكسوا اللون بس لكن اقدر اقول لكم ان هذا التغيير يعني الوحيد برضو كان عندنا هنا شفتوا الشريطة اللي تعديني موجودة هنا لحق الخروج كانت موجودة هنا اقدر اطلع وارجع فيها كانت موجودة هنا فوق كنسلتها بالحين في البيت الثالث هذا التغيير اللي هنا موجود بس هذا التغيير في الماضي ما دل يشتكلمت عنه لكن هذا التغيير برضو في اكواد موجودة داخل فموقع 9 to 5 ما كنتكلم عنها ان في البيت الثالث هنا موجود ان ابل قاعد تشتغل على الابل كارد فاملي اذا كنت في دولتك تستخدم الابل كارد توقع بس في امريكا وكذا دولة ثانية فتقدر راحين تشارك البطاقة حقتك مع العائلة مع الاطفال مثلا اشياء هذه اللي صاروا بيستخدمون بطاقة حقتك كأب انت ففي الاكواد الداخلية ابل تشتغل على هذه الخدمة فتغريبا هذا كل شي هذا كل اشياء الجديدة في بعض المشاكل يمكن عدلات يمكن ما عدلات بعض اشخاص يقولونك واجهوا في البيت الثاني اني رجوا يروحون في الوجت هنا يعلق عندهم انا ما واجهتني دي المشاكل مثل ما يشوف بعض اشخاص برضو في الميوزيك واجهتهم بعض المشاكل انا ما استخدم برنامج الميوزيك لكن للأسف اكتشفت اني مشترك فيه كيف؟ بسبب اني عندي فاميلي شيرين باع الكلاود مع المشتريات حقيني فواحد من الاهل اتوقع ان انا مضيف ستة اشخاص من الاهل اشترك في الابلو ميوزيك جالسين يسحبون مني وانا ما ادري فوقفت وبقي لي تقريبا اسبوعين على ما يوقف فبوريكم الميوزيك يعني بعض اشخاص يعتبرون دي الشيء سلبي بالنسبة لي انا ما ادري لكن يقول لك اذا جيت تفتح الموسيقى مثلا شفتوا خيار الموسيقى هذا الدائرة دي اللي تطول وتقصر ما تطلع بسرعة مثل ما نشوف نضغط مرة ثانية تطلع متأخرة فهذا خيار من الخيارات او هذي الشيء اللي يقولون لك مشكلة في البيتة الثالثة اللي موجودة نتمنى ابو يعدلونها يقولون ما ادري انا اشوفها يعني كيف طلعوا ذي الشيء يعني انها سلبية مثل ما نشوف بعض الأشخاص جهازهم يخشوا فيه فيروسات سنين ولا تفكروا فيها يعبدوا يعدلون ذي الشيء المهم بس طريبا هذي كل شيء اللي نزل فيه يمكن فيه اشياء داخلية في الكودينغ فمال اشياء دي نقدر نشوفها لكم مع فيديو ثاني بعد اسبوع عن طباعي واذا كان فيه ميزات رح اتكلم لكم عنها قدام لكن كأوفر اول الميزات الجيدة الشيء الوحيد اقوى شيء في البيتة الثالث هو الو فايند ماي اللي اتكلم لكم قبل شوي عن انك تطلع الجهاز حقك مثل ما نشوف الايتم هذا هذا الشيء الوحيد اللي هو واو قوي يعني في النظام هذا فلو بنتكلم لكم في حين عن انتوتو لو نفتح انتوتو هنا هذا انتوتو البيتة الثالث مثل ما يشوف البيتة الثاني مثل ما نشوف هنا موجود عندكم فما في فارق يعني بال دالة الخمسة كان تسعة هناك لو اسوي مرة ثانية حين يمكن يصير فوق يمكن يصير 65 Fighter 64 فما يتابر في فارق لو نشوف الجيك بنش نقدم نشوف معكم كذا فألقي كبينش هنا مثل ما نشوف سويتها مرتين الآن وهذا البيت الثاني، وهذا البيت الثالث فممكننا أنّ نحذف هذا في Methane للتفصيل بالSingle Core have a big wider وبالStroll unelier فهذا البيت الثاني Up线 كما سّattaح فأناقي بالعادلة بالنسبة لي إذا لا أحتاج إلى الأرقام سـ نرى conversion نوت وندماّ lleva نفسه ولكن بعض أشخاص أفضل من الanto ف Metallica وهذا البيت الثاني وهذا البيت الثاني وهذا الثالث سأصدقت مره واحدة هنا بيت الثاني المثل سأصدقت على واحد 934 هنا 945 مرت فذا اكبر اقول البيت الثالثة البيوت الثالث من البيت الثاني لأن هنا كذا مرت لا يجعب لي إلا مرة CT9 3 هنا مرة واحدة وم накعبت لي 944 و 했습니다 لكون praising الصور الردع فقط تقليل بعد mae لم نقوم صديق نرز ونجاوب على الأشخاص اللي يقول لي متى راح تنزل هذه النسخة متى راح تنزل الكل هذه النسخة أنا في البيتا وما نزلت عندي صح في فرق بين أنك أنت مش بيتا فما راح تنزلك هذه النسخة راح أتكلم لكم حين متى نتوقع راح تنزل حق الكل لكن يجيك بعض الأشخاص يقول لك آه أنت كذاب إحنا ما نزلت عندنا أنت راجع معلوماتك يعني في سناب شات في الإنستجرام كذاب لي يعني تقول لي بس المهم في فرق أخوي إذا كان عندك أنت بيتا وأنت منزل المطورين في خيارين للمطورين أو خيارين للنسخة التجربية في خيار للمطورين وهو اللي قبل تنزل فيه على طول وهو اللي قبل تنزل فيه وأنت توهق بجهازك إذا صار خربان ولا شي يخترو بجهازك بعد أن تقول حق قبل بعدين قبل تقول أوكي نسح بالنسخة مثلا أو ما نزل حق الكل هذا الخيار الخيار الثاني هو بعد ما يمر يعني هذا البوابة الأولى لحق المطورين بعدها بيوم أحيانا بعدها بساعتين إذا كانت نسخة هذا على نهايتها بساعتين تنزل حق النسخة التجربية للعامة في نسختين النسخة للمطورين خلصنا البوابة الأولى البوابة الثانية النسخة التجربية للعامة يعني النسخة التجربية للعامة هذه اللي تتأخر شوي بساعتين مثل ما قلت لكم إذا كانت النسخة جاهزة ويوم إلى يومين إذا كانت النسخة مش جاهزة هذا الفرق فإذا أنت مثلا على النسخة المطورين تنزلك على طول إذا أنت على المطورين طبعا لازم تضع فلوس عند أبل وتشترك تغريبا نقدر نقول 100 دولار في السنة علشان تعتك الحزمة كل شيء ويمبرمجوك الأشياء دي أما أنت إذا نزلت النسخة التجربية للعامة مجاني صح وما رح تنزلك على طول تنزل المطورين هم وقتك وبعدها بيوم تنزلك أنت أو ساعتين وتنزلك بس هذه الفروقات كلها فأنا منزل الحين للمطورين هذه مش للعامة في فرق فبس لو نتكلم لكم متى رح تنزل للكل في خيارين ونتمنى أبل تسوي الخيار الأول أن أبل ترجع وتنزل نسخة تجربية أسبوعيا الآن أبل مسوية نسخة تجربية كل أسبوعين مثل ما نشوف في القيكبنش قبل شوي أو فتحناه النسخة التجربية الثانية نزلت في 16 فيبيوري الآن مارتش 2 نزلت نسخة تجربية الثالثة فأبل الآن ماسكة على كل أسبوعين تنزل نسخة أو يعني أسبوع ورأ أسبوع ف16 نزلت 23 ما نزلت شيء هنا 2 نزلت وبرضو قبلها نفس الحركة يعني فيبيوري 2 نزلت النسخة الأولى قفلتها بها نسخة ثانية والأولى الثانية نفس الحركة لكن هنا مثل ما قلت لكم النسخة 14.5 الأولى نزلت هنا الأسبوع اللي بعد ما نزلت شيء الثانية نزلت 16 اللي بعد ما نزلت شيء الثالثة حين فإذا أبل بتكمل كذا أقدر أقول لكم نهاية الشهر رح تنزل للكل مع شيء جديد يمكن الآيباد برو جديد أو الإيرتاغ مع الخيار اللي نزل عندنا هنا أو إذا قلبت على الأسبوعيا فأقول لكم في نص الشهر أنا أتوقع أن لو قبل شدة حين أقل شيء تنزل نسخة ثانية تقرب للأي وبعدها بأسبوع تنزل حق الـ RC أو الـ GM كلامها أول اللي كانت تنزل للـ GM اللي هي النسخة النهائية فبما أن نهاية نسخة هنا فلازم نسخة لو بتنزلها أسبوع الجاي تقرب A مثلاً والبي واللي بعدها نسخة ال�ـ GM مثلاً النهائية وهنا تنزل حق الكل إذا كانت قبل شدة حيلها إذا كانت لا كل أسبوعين فالسبوع الجاي ما في شيء أسبوع اللي بعدها مثلاً A أو الـ GM مثلاً أسبوع اللي بعدها وسبوع النهائي أو أسبوع الأخير أو اللي قبل الأخير تنزل حق الكل فلا تنتظرون إلا على نهاية الشهر من البداية خلوكم على آخر عشر أيام من الشهر هذا مارش نشوف النسخة هذه تنزل حق الكل ومع جهزة جديدة إن شاء الله بس ففي نهاية الفيديو تنسونا اشترك بغناه واشترك بحسابي سنابتشار تشريف ضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا مفضل دعاكم السلام عليكم